بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثاني والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبن تيمي رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الهضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطنع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم قال المؤلف رحمه الله في ذكر اجتماع العلماء على كراهة أشياء لما فيها من التشبه قال بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر ويجتحب أن يتختم في يساره للآثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله إجماع العلماء على تحريم التشبه بغير المسلمين من سائر الطوائف الكافرة وذكر مستند ذلك من الكتاب والسنة ذكر أن من العلماء من لا يقتصر على مخالفة الكفار بل إنه يخالف المبتدعة من الفرق الإسلامية والمبتدعة جمع مبتدع وهو الذي يعمل بدعها ويحدث بدعة إما أن يعمل ببدعة موجودة وإما أن يحدث بدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع هي إحداث شيء في الدين ليس منه ونعرف أن هذا ليس من الدين إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع المسلمين فهو مؤتدع لأن الدين أكمله الله قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله لنا الدين قال تعالى أنزل الله على رسوله في ختام حياته وهو واقف بعرفة حجة الوداع التي لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما ثم توفي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه في هذا الموقف وفي هذا الزمان قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا إعلام من الله جل وعلا أن هذا الدين تكامل وأنه لا يقبل الزيادة وأكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد وتحذيره من البدع كما سبق كل ذلك من أجل أن لا يدخل في الدين ما ليس منه ويزاد فيه ما ليس منه إلا أن طوائف من المنتسبين للإسلام تشوقهم البدع والمحدثات ولا يحرصون على السنن وهذه آفة البدع أن صاحبها لا يحرص على السنن بل ينفر من السنن ويحبذ البدع ويدعو إليها هؤلاء المبتدعة واجب على المسلمين أن يقاوموهم أن يقاوموهم وأن يحذروا منهم كما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحوهم يناصحونهم ناصحونهم بالأول فإن قبلوا وإلا فإنهم محذرون منه لألا تشري بدعتهم على الناس فتخالط الدين وبالتالي تقضي على الدين مع الاستمرار والتكاثر تقضي على الدين وتتخذ البدع سنناً والسنن بدعاً كما قال صلى الله عليه وسلم من العلماء منع التشبه بهؤلاء منع التشبه بهؤلاء زيادة على منع التشبه بالكفار الذي ثبت بالنص فهو كأنه يمنع التشبه بالمبتدعة لألا يكون الإنسان منهم وإن كانوا ليسوا كفاراً وإن كان المبتدعة ليسوا كفاراً في الجملة وإن كان من البدعة ما هو كهر لكن في الجملة ما داموا ينتسبون إلى الإسلام يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يحكم عليهم بالكهر إلا بعد تفاصيل معروفة لكن حذى لكن من نهى بعض العلماء عن التشبه بهم لماذا؟ لألا لألا تسري بدعتهم على من تشبه بهم على من تشبه بهم وهذا كانه مخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم إذن من تشبه بالمبتدعة فهو منهم من هذا المنطلق رأى بعض العلماء كما ذكر الشيخ رحمه الله منع التشبه بالمبتدعة وهذا ليس ببعيد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمم قال من تشبه بقوم وهذا يشمل كل المخالفين بالكفر والابتداع يشملهم هذا نعم حسنا الله عليكم قال رحمه الله مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ويستحب أن يتختم في يساره للآثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة نعم التختم هذا إما أنه من المباحات للحاجة لأن الإنسان يحتاج إلى خاتم ينقش عليه اسمه وإما أنه من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم ويكتب عليه اسمه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يختم به على الرسائل والكتب أين يضعه؟ كانوا يضعونه في اليد اليسرى كانوا يضعونه في اليد اليسرى ولكن الأمر في هذا واسع وضعه في اليد اليمنى أو وضعه في اليسرى الأمر في هذا واسع لكن إذا كان المبتدع يلبسونه في يد يمنى أو يسرى فإن من العلم من يرى مخالفتهم في ذلك بأن يضعه في اليد الذي لا يضعه المبتدعة فيها إظهارا لمخالفتهم هذا هو الغرض من ذكر هذه المسألة نعم قالوا حتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة هذا كما سبق أن العلماء في القبور على قسمين هم أجمعوا على أنه لا يجوز رفعها نعم وتشييدها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهيه ولعنه من فعله لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإنما اختلف أهل السنة كيف يكون وضع أسطحة القبور إذا دفنت فبعضهم يرى أنها تكون مسنمة بأجل أن ينزل ماء السيول عنها وبعضهم وهم الشافعية يرون أن تكون مسطحة تكون مسطحة لا مسنمة هذا عند الشافعية لكن متأخر الشافعية لما رأوا أن بعضها للبدع سطحون قبورهم أرادوا مخالفتهم فجعلوا يسنمونها وإن كان هذا خلاف مذهبهم لكن فعلوه من أجل مخالفة المبتدعات نعم سلام عليكم قال رحمه الله وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام يقول رحمه الله ليس الغرض جمع كل ما ورد من الأقوال والآثار في منع التشبه لأن هذا يطول نعم وإنما الغرض ذكر نموذج يدل على إجماع العلماء حال تحريم التشبه فيدخل تحت الأصل الثالث من أصول منع التشبه وهو الإجماع نعم قال وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة نعم هم العلماء مجمعون على تحريم التشبه بالكفار نعم في الجملة وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل فهذا لا يضر الإجماع إذا أجمعوا على الأصل فلا يضر إذا اختلفوا في بعض الفروع هل تدخل تحت هذا الأصل أو لا تدخل فهو ليس اختلافا في الأصل وإنما هو اختلاف في أفراد بعض المسائل هل تدخل أو لا فلا يقول أحد إنهم اختلفوا في في كذا وكذا هل هو تشبه أو غير تشبه فهذا يدل على أن التشبه لا يحرم لأنهم اختلفوا فيه نقول له هذا ليس اختلافا في الأصل الأصل هم مجمعون على تحريم التشبه بالكفار ولا يقدح فيه أنهم اختلفوا في بعض المسائل هل تدخل في التشبه أو لا نعم قال رحمه الله مثل ما نقله الأثر قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس نعم قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه نعم هذا الأثرم من كبار أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه يقول إنه سأل الإمام أحمد عن لبس الحرير في الحرب في الحرب يعني وقت المعركة نعم لأن المجاهد يلبسه لأجل إغاظة الكفار يعني في هذا إغاظة للكفار إذا رأوا المسلمين يلبسون الحرير هذا يدل على قوتهم وأيضا الحرير يكون له فائدة في بعض الأحيان مثل أن يكون في الإنسان حكة شديدة وحساسية ويلبسه من أجل ذلك والأصل في لبس الحرير أنه حرام للرجال لكن يستثنى من ذلك بعض الأحوال ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن لبسه في الحرب قال لا بس به نظرا لما فيه من المصلحة نعم قال وسمعت يعني فيكون وإن كان بعض العلماء يرى تحريم ذلك فهذا يدل على أن اختلافهم في بعض الفروع لا يضر الأصل نعم قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم قال وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك قال كرهها قوم نعم هذا يرجع إلى أصل وهو أن العوايد والصفات الخاصة بالكفار يحرم علينا أن نتشبه بهم هذا في الأمور الخاصة بهم أما الأمور العامة كاللباس والحزام الذي يكون في الوسط لأجل العمل أو لأجل الجهاد في سبيل الله فالكفار يعملون هذا كانوا يحزمون أوساطهم فلا يمنع المسلمون من شد الوسط عند الحاجة لأنه ليس الغرض من هذا التشبه وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل والحياصة أو المنطقة هي الحياصة وتكون محلات يعني في شيء من الفضة يباح حلية المنطقة بالفضة ليشد بها وسطه نعم هل يمكن أن يكون شيء من خاص الكفار يمكن أن يكون عاما لو كثر في الناس وفشاء قد كان في زمن وزمان خاصا لا وإذا كان أصله للكفار فلا يجوز ولو كثر لا يجوز نظرا للأصل أما إذا كان نموه خاص الكفار فإنه لا يحرم هذا لأن هذا مشترك بيننا وبينهم نعم قال رحمه الله ومثل هذا أي ما نقل هو أحمد عن غيره هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة فيه لأصحابه وجهان أحدهما نعم لأنه لو لا موافقته له لما كان قد أجاب السائل لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله عن يحكي له مذاعب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لأنه إنما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة نعم هذه مسألة يعني استطرادية إذا نقل الإمام أحمد كلاما لغيره أو فتوى لغيره فهل تنسب إليه هو أيضا لأنه حكاها وأقرها حكاها من باب الإقرار أو حكاها من باب الإبلاغ فقط إبلاغ هذه المسألة وقد لا يراها هو فقد ينقل الإنسان شيئا وهو لا يراه فليس من لازم نقله للشيء أن يكون مقتنعا به أو أنه يقول به بناء على ذلك اختلف أصحاب الإمام أحمد في هذه المسألة إذا نقل الإمام أحمد فتوى لغيره فهل تكون قولا له أو تكون مجرد حكاياه تبليغ فقط والأمر في هذا سهل لكن الثمرة التي سترتب على الخلاف هل نعتبرها من مذهب أحمد أو لا سألنا لكم قال رحمه الله وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضع نعم ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال إنما كانت قسي الناس العربية ثم قال إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدم قلت حديث أبي عمر بن حماس قال نعم قال أبو عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسية والنبل فإنما هو قرن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة قال كالجعبة للنبل قال كالجعبة للنبل قال فإن كان يسمي جعبة للنبل فليس محتج به الذي قال هذا بشيء ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية نعم مسألة هذا استطراد في في مخالفة في مخالفة العجم والكفار حتى في السلاح فإذا كان هناك سلاح يستعمله الكفار وسلاح يستعمله المسلمون وهذا السلاح الذي يستعمله المسلمون يؤدي الغرض يؤدي الغرض المطلوب فلسنا بحاجة إلى أن نستعمل سلاح غير المسلمين لأن الله أغنان بسلاحنا ومن ذلك القسي أو القوس الفارسي هو القوس العربي الإمام أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى أو يرى أننا نستعمل القسي العربية استعمل القسي العربية ما دامت تؤدي الغرض المطلوب لأننا إذا استعملنا القسي العجمية تشبهنا بهم في ذلك من غير حاجة نعم قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال كان لخالد ابن معدان دراعة لها فرج أو فرج من بين يديها قدر ذراع قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها قال ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعه نعم الدراعة هي الجبة هي الجبة أو القباء الذي يلبسه الإنسان يستدفئ به ويكون من الصوف مثلا وكان يكون فيه فروج من أمامه أو عن جانبيه من أجل التوسعة عند المشي وعند الجلوس وهذا لا إشكال فيه لأن هذا كان موجودا في لباس العرب قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإشكال عند الإمام أحمد إذا كان لها شق من الخلف فهذا يقول لا أعرف فيه شيئا يقول لا أعرف فيه شيئا توقف في ذلك نعم قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع وخالد بن معدان هذا من الأئمة المحدثين من الزهاد والأطياء كان ثقة نعم قال ما أدري أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعه قال هو يقول الإمام أحمد يقول لم أسمع أن الدراعة يكون لها فرج فرج من الخلف نعم لكن نظرا لأن هذا أوسع له يعني كانوا يتسامح في ذلك نظرا لأن فيه مصلحة أن في ذلك مصلحة ولم يثبت عنده ما يخالف هذا الشيء كأنه يتسامح في ذلك نعم قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أن هذا عام أعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا عام قد سبق الكلام في القسي الفارسية وأن الإمام أحمد يحبذ الاقتصار على القسي العربية احتج بعضهم على جواز استعمال القسي مطلقا للعجم أو لغيرهم بهذه عموم هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فكل ما فيه قوة فإنه يعد دون نظر إلى كونه من أسلحة الكفار أو غيرهم نعم قال بعد هذه الآية قال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية قال كيف وإنما افتتحت الدنيا بالعربية قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغري لا يكادون يعدلون بالفارسية قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية نعم الإمام أحمد كأنه يكره القوسي الفارسي لأن عندنا ما يغنينا وهي القوسي العربية احتج عليه بعضهم بأمرين الأمر الأول عموم الآية واعدوا لهم واستطعتم من قوة وهذا يشمل أي قوة الأمر الثاني أنه يقول أن أهل المشرق من المسلمين يعني كانوا يقاتلون بالقوسي الفارسية ويقولون أنه أمضى من القوسي العربية فأجاب الإمام أحمد بأن الدنيا فتحت بالقوسي العربية فالقوسي العربية تكفي نعم والغرض من هذا سد الباب عن التشبه بالكفار نعم مهما أمكن ذلك وروى الأثرم عن حفص عن حفص بن عمر حدثنا رجاء بن مرجع حدثني عبد الله بن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنى فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض قال المعلق أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعيف ومتروك نعم وكذلك من أجلة أحمد هذا الحديث لو ثبت لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل كان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس عربية فرأى رجلا يتوكأ على قوس فارسية فأمره بإلقائها لأنها ملعونة يعني بعيدة من رحمة الله لا لأنها هي تقع عليها اللعنة ولكن لأن أصحابها الكفار وقد تؤثر اللعنة أصحابها الكفار ملعونون وقد تؤثر اللعنة في الدواب وفي البقاع وفي الجمادات إذا نزلت على الملعونين والعياذ بالله فهذا معنى الحديث أنه يتجنبها لأنها لأنها قد تأثرت بلعنة الله على الكافرين فلو ثبت هذا الحديث يكون فاصلا في هذه المسألة نعم لكن يوخذ من ذلك وجوب تنان المسلمين بما أمكان مثلا ما أشرته بسلاح وفي غيره ما في شك أنه إذا أمكن للمسلمين أن يستقلوا بسلاحهم وفيه كفاية وفيه نكاية بالعدو أنه لا حاجة إلى أسلحة الكفار نعم حسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شكر الله لشيخنا الشيخ صالح الفوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان وشكرها لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته